موسيقى مشاهدين العفاظ الأهلا بكم إلى المجزة الإخبارية في ملف توقيع على المصلحة في مالي أكد العديد من رؤساء دول إفريقيا أمس الجمعة بباماكو على التزام الجزائر المطلق لمصلح السلم والاستقرار في مالي عقب توقيع الأطراف المالية على اتفاق السلم والمصلحة وبهذه المناسبة حيى رئيس غانا والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جون دراماني مهاما المساهمة النجعة للجزائر طوال مسار التفاوض المالية مضيفا أن الجزائر التي أشرفت على الوسطة الدولية للحوار المالي قادت المفاوضات بشكل فعال مما سمح بتتويج الجهود بالتوقيع على اتفاق السلم والمصلحة من جهته وصف رئيس غنياء الفا كوندي هذا الحدث بتاريخية وقال أنه يعد بمستقبل واعد وأحسن لمالي والقارة الأفريقية بأكملها كما أكد رئيس موريتانيا محمد ولد عبدالعزيزة أنه ينبغي تطبيق هذا الاتفاق بنجاعة من أجل عودة السلم والاستقرار في هذا البلد وفي بلدان شبه المنطقة مشهدا بالمساهمة الجزائرية القيمة في مسار التفاوض هذا في مصر قضت محكمة مصرية في جلسة أذاعها تلفزيون المصرية الرسمية بإحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى المفتي في قضية ما يسمى بالهروب من وادي النطيرون وقضت المحكمة بإحالة 16 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدا لأعدمهم في القضية المعروفة إهلميا باسم التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثورية الإيرانية فيما حددت جلسة الثانجوان المقبل للحكم على مرسي و34 آخرين في ذات القضية والإحالة على المفتي في القانون المصرية هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام ورأي المفتي يكون استشاريا وغير ملزم للقاضي الذي يمكن أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي استبعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما حل النزاع في سوريا قبل رحيله من البيت الأبيض مطلع 2017 مؤكدا على أن تسوية النزاع يجب أن تتم من خلال تعاون مع طرف إقليمية مثل مجلس التعاون الخارجية وبشأن خيرات الحلق لأوباما إنه لا جدوى من العمل العسكرية وأكدها على أن تسوية النزاع يجب أن تتم من خلال تعاون مع دول مجلس التعاون الخارجية وأيضا مع دول أخرى في المنطقة مثل تركيا وقد عرض أوباما لانتقادات لعدم تحركه بقوة كافية في تصدي لأزمة عالمية بما في ذلك الأزمة السورية لكنه يعتبر الاتفاق الدولي لتأمين وإزالة مخزونات سوريا من الأسلحة الكيميائية أحد إنجازاته عثرت تيلندا على أكثر من مائة مهاجر على جزيرة جنوبية في نفس الوقت لا يزال الألاف عالقين في قواربهم في عرض البحر بجنوب شرق أسيا بعد أن رفضت دول دخولهم متجاهلة نداء الأمم المتحدة بتنظيم عملية إنقاذ منسقة حيث قامت البحرية التيلندية بقطر قاربين مكدس بالمهاجرين إلى عرض البحر باتجاه إندونيسيا بعيدا عن جزورها الجنوبية في بحر أندمان فيما أعادت البحرية الإندونيسية للبحر قاربين عبر مضيق ملقع من الجنب التيلندية الماليزية وبرزت أزمة المهاجرين بحرا حين ترك المهربون قوارب مكدسة بأعدد كبير منهم في حالة يرتالها من جوع وعطش ومرض في بحر أندمان بعد حملة بدأتها تيلندا على تهريب البشر نهاية المجزة الإخباري شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر